دعنا نتكلم في البداية عن العيادات المسائية وأهميتها وأيضا نبقى نعرف كيف تساعد الأهالي نقول على تلبية احتياجات أطفال المصحية خلال نهاية عطلة السبوع العيادات المسائية تلعب دور تعتبر حل مهم لتلبية احتياجات الأهالي والأطفال خارج أوقات العمل المعتادة خاصة في نهاية السبوع هذا مما يتمكن يعطي الفرصة للأسر والأهالي لزيارة الأطباء واتلقي الخدمات العلاجية بدون أي انتظار طبعا توفر هذه العيادات تساعد أولا على التشخيص ويعطي فرصة مرنة أكبر للشخص نفسه والحالات الصحية والحالات الصحية الروتينية والطارقة تنشاف في وقت قياسي طبعا العيادات المسائية هذه العيادات المسائية في خلال السبوع زاد عيادات عطلة نهاية السبوع يعني خلال السبوع نهاية السبوع مم بس نهاية السبوع فعندت نهاية السبوع في عيادات وفي عيادات مسائية خلال السبوع هذه المبادرة تعتبر مبادرة طيبة من صحة وتعتبر أيضا نقلة نوعية للخدمات العلاجية تهدف الهدف الأساسي من العيادات المسائية أن نوفر لكل أفراد المجتمع الفرصة يعني دكتورة نفس وكأنها هي مثل ما نقول للمستشفى الصبح وكأنها مستمر للمستشفى لأن المساء لم يحتاجني أنا أقول والله لازم أروح للمستشفى الصبح نعم كل الخدمات توفر كل الخدمات في أوقات مرنة ومناسبة للجميع